اللجنة التحقيقية ما زالت تكتشف أو تحاول أن تحقق وتدقق شلون انسحبت هاي وشنو علاقة البطاقة الذكية بيها وكيف تم التوافق بين البطاقة والماستر كارت ومصرف الرافدين وفرع الخضراء شلون تمت كل هاي يقول له وجود عجز 888 مليار أو 936 مليون 409 دينار هذا المبلغ اتضح من خلال إيداع الزبان في منفذ المطار حيث تبين العجز بعد تحقيق كشوفات واشتطة السحب الخاصة بالشركة شركة البطاقة الذكية مع المستندات اليومية الموجودة في فرع الخضراء اخواني السمعون السمعون اخو عجز ب888 مليار او 936 مليون 409 دينار في منفذ الخضراء هذا اللجنة اكتشفت انه بعد خمس تشهر من البيع اللي بدون بدون ما يثبت سحب نقدي للمواطن للموظفين وللعاملين ولبطاقات الماستر كارت المزورة اللي حشيت عليها انا قبل فترات طويلة انسحبت هاي المبالغ ولا احد يعرف وين راحت هاي المبالغ ووين كشوفاتها ووين ووين مستنداتها ولذلك هاي الاتفاقات التي تمت من خلال اصدار ماستر كارت وهمي راحت ب888 مليار واللجنة التحقيقية انا اعتقد عدها تفسيرات منطقية ليشرح هذا لكن التفسير الحقيقي عدم وجود كشوفات ومطابقة للسحب والخمسة اشهر الاولى كانت تشتغل تحت عنوان حلل واخذ لانه صارت بحدود 408 سحبة بدون محادر بها النوب حسنا هذا العجل انتهن منه يقول وجود ببلغ قدر 304 مليون أو 920 ألف دينار يمثل فرق مجهول الماهية قيدة من قبل شركة البطاقة الذكية على مصرف الرافدين حيث تم إدراجهما بنظام الأكسل المزود إلى لجنتنا من قبل الشركة العالمة للبطاقة الذكية ولوحظة حركات سحب ويداع في منفذ المطار من دون وجود اسم الزمون أو رقم الجهاز أو البطاقة الذكية من أخذة الشركة نظام الأكسل أثناء التحقيق من البطاقة الذكية تبين أنه هناك مبلغ مقيد بجهول لكن اتضح فيما بعد أيضا هذا المبلغ يقيد بجانب الدائم للبطاقة الذكية على مصرف الرافدين وأنا قلت لكم في بداية الحلقة أنه نظام الأكسل غير موحد بين المصرف وبين الرافدين لما يتبين من خلال مقاطعة الأسماء أنه شلون وجود شلون يسحبون ماكو اسم للزبون وما عنده هوية وما عنده رقم جواز أو بطاقة ذكية شلون من اللي كان واقف على إجازة في منفذ البطار زين لما تخلص الفلوس بمنفذ البطار لما يتم تعزيز الرصيد زين يعزز الرصيد غير المفروض هو كان حاط ألف دولار بالمنفذ اجدت الألف دولار الألف دولار 200 عد أسراء 200 عد نجم 200 عد همام 200 عد غدير 200 عد سكينة خلصاً الألف سوى مطابقة طابق ويا الكيكار حتى يحط ألف آخر زين نحن لاحظت برجيلها ولاخذ السيد علي 60 مليون رجع من أتن 56 مليون وعبرت الكيكار طلعت تطلب هاي أسه هاي بحسابياً أنا ما جاي أفتهم هذا العمل مو نظام مصرفي هذا هسه وحدة إذا ممخضر وحدة بيع لبن واحد يبيع شاي ما احتراماتنا إلى هاي المهن هم نهاية الشغل هيقول اشتريت لبخضر بلف بايع بلف وربع ربحان لربع زين على مستوى مصرف معقول الكشوفات والسحوبات لا يتم مطابقتها يومياً أنا أدري بالمصارف هالساعة بالوحدة تعزل تعزل إيش قد طبلها إيش قد سوت مقاصة إيش قد حساباتها إيش قد فلوسها إيش قد ربحانها إيش قد خسران ليش منفذ المطار صار بهذا الشكل تعرفون ليش لأنه المومن إليهم لديهم مؤامرة على هذا البلد والد حكومة لغلط تهريب الدولار والإصرار على أنه كلمتهم تمشي غصباً على يرضى والما يرضى لأن أكو حامي أكو أونر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر